منذ عام 2003 وحتى الآن وصل الفساد نخر العراق جعلن البلاد واحدة من بين أكثر الدول فسادا في العالم وفقا لمنظمة الشفافية الدولية فساد مالي وعداري احتل صدارة المشهد العراقي عبر حكومات متعاقبة شكل مسؤولوها بمختلف مناصبهم ورتبهم شخص هذا الفساد وما القبض على مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني وضباط آخرين بتهم فساد تتعلق بتهريب النفط لا شاهد على ذلك جاء هذا بعد أيام عما سمي بسرقة القرن والمتعلقة بنهب نحو 2.5 مليار دولار من أموال هيئة الضراء في مصرف الرافدين من قبل شركات واهمية مدعومة من جهات متنفذة تابعة لأحزاب وميليشيات مشهد تكرر في مصرف الرافدين أيضا والذي تعرض لسرقة عبر شركة بوابة عشتار المشبوهة وهي شركة مدفوعات إلكترونية مملكة للمدعو علي غلام حيث ألزم حكم قضائي مصرف الرافدين بتعويض هذه الشركة بمبلغ 600 مليون دولار كشرط جزائي بسبب إنهاء العقد الذي يحمل شبهات فساد كبيرة بحسب تأكيدات برلمانية والأمر ذاته تكرر مع مصرف الرافدين حين أعلن محافظة البنك المركزي على العلاق عن تلف نحو 6 ملايين دولار داخل المصرف بسبب المياه المتسربة إلى داخله سبق ذلك أعلن وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني عن تورط عناصر من فوج حماية نائب رئيس الجمهورية أنذاك عادل عبد المهدي بسرقة قرابة 4 ملايين دولار من مصرف الزوية سرقات تحولت إلى اتهام متبادل بين الكتل والأحزاب والميليشيات ولسيما بعد اتهام رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي زعماء ميليشيا الحج بالفساد والثراء الفاحش موضحا أن ثروات زعماء الميليشيات جمعت على حساب المال العام وهذا ما تكرر في سرقة مصف بيجي في محافظة صلاح الدين من قبل ميليشيا العصائب الميليشيات ذاتها واصلت عملية الفساد والسرقة وفرض الإتوات على التجار وأصحاب حقول الدواجن والأسماك والأسيما في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالة ولينوى والتأميم ومناطق من بغداد فيما تحدثت مصادر عن سرقة القيادي في حزب الدعوة حسين برك الشامي لجامعة الإمام الصادق أو جامعة البكر من خلال تحويلها بأمر من رئاسة الوزراء من جامعة حكومية إلى جامعة أهلية تابعة له في استمرار لمسلسل عملية الفساد التي أصبحت ظاهرة في العراق بعد عام 2003